بداية فقراتنا سلمة كتير مهم اليوم نحنى نعرف كيف حيكون طاقصنا لسه البرودة مستمرة وقف المطار وقفتج ولكن ذوبان تلجع ميعمل ساعة كتير فاصيح لكمان هيك كرمان نعرف كيف حيكون طاقصنا اليوم والأيام اللي جاية كيف حتكون حالة الطرق رح يكون معنا اتصال مع المتنبئة الجوي محمود إسماعيل صباح الخير أستاذ يا صباح النور يا أهلا وسهلا بكم يزعل صباحك أستاذ محمود بداية خلينا نبلش ونعرف هل كان هاي أثار المنخفض الأخير ولا ممكن نشهد بالأيام القادمة منخفض جديد لا طبعا يعني ان شاء الله لسا فصل الشتاء بمنتصف وتقريبا صحة تعبير يعني اليوم آخر يوم أو بكرة آخر يوم بالأربعينية الشتاء وبتبدأ الخمسينية يعني عبارة عن 40 و50 يوم 90 يوم وهو عبارة عن فصل الشتاء كاملا يعني سندخل بعد غد بخمسينية الشتاء متوقع خلال شهر شباط إن شاء الله أيضا نكون في طولات مطارية مرافقة لمنخفضات وتكون تلوج على المرتفعات إن شاء الله بالنسبة للحوال الجوية حاليا يعني معظمين يعني الجو إلى استقرار الدرجات الحرارة في ارتفاع تطفيف علىها إنما بدأت تبقى أدنى من المعدل بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية إنما نحذر خلال الليل عابي يكون الجو شديد للبرود خلال الليل السقيع مدال موجود وتشكل الجليد الوارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر وأيضا تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وعوت الدمشق وفي الوديان أيضا هناك فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر نهار الغد ما في تغيير على الأحوال الجوية ببقى الجو مستقر إنما خلال ساعات بعض الدور إن شاء الله هناك منخفض يعني ضعيف إلى متوسط الفعالية هو منشأه متوسطي كتلة الهوائية فتكون رطبة ومعتدلة للحرارة ليس كالكتلة الهوائية القطبية للمنشأة اللي أثرت على البلاد خلال الفترة الماضية متوقع أن يصاحب هذا المنخفض خطولات مطرية تبدأ على المناطق الساحلي والشمالي الغربي من البلاد خلال ساعات بادر ومساء الاثنين ومستمر المنخفض ليوم الثلاثة ساعات النهار أيضا بعد ظهر ساعات يوم الثلاثة هناك عودة لاستقرار على الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة إن شاء الله وممكن نقول أنه يتخف حدة السقيع مع منتصف ونهاية الأسبوع القادم هذا بشكل موجز عن الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بنانتشكرك استعاثوا هيكم نتمنى هذا المنخفض يمرؤ مرور الكرام خبرتنا أن نهار ثلاثة سيكون لدينا منخفض جديد لذلك إن شاء الله يكون لديك خفيف نعم مساء التنين صباح الثلاثة هو سريع جدا يعني استغرقه حوالي 24 ساعة لكن فعاليته أكثر شيء حتكون على المنطقة الساحلية الشمالية الغربية والوسطى يعني بالنسبة للمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة يكون هطولات تكاد تكون خجولية حتى ممكن يكون ما فيه هطولات هو غير شامل منخفض للمضعيف الفعالية بالأصل وتأثيره حيكون على المنطقة الساحلية تحديدا إن شاء الله الله يبعث الخير بنا نتشكرك ونتشكرك على كل المعلومات المتنبئة الجوي محمود إسماعيل شكرا لتواجدك معنا عبر اتصال لليوم شكرا لك أستاذ محمود